معانا اول سؤال الاسازة نادية من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا شيخ نعمل ايه؟ الحمد لله نعم وفضل الحمد لله بقول لحضرتك تألك سؤال اول حاجة عمل الحواجب حرام ولا عمل الحواجب حضرتك من جاوزة؟ ايوة طيب بالنسبة للك جائس ايوة طيب حضرتك بس هتوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت؟ طيب السؤال التاني انا مثلا لو بشتغل في المهنة دي هل فلوتها حلال ولا حرام؟ لو بتعملي الكلام ده للمتزوجات وبتعملي كل الكلام دوت اي السيدة عائشة قالت ايه رضي الله عنها قالت ايه ستنا السيدة عائشة ستنا السيدة عائشة قالت لو استطاعت المرأة ان تخرج عينها وتجملها وثم تعيدها لزوجها لا فعلت يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى كل المعاني اللي فيها تجميل وتحسين في المظهر ما لم يكن هناك بقى حد يشيل حاجة وحد يضيف حاجة بدل الكلام كله في ان احنا بنضيف اشياء ونحسن اشياء لو المرأة استطاعت ان تفعل ما تفعل فده جائز ان شاء الله وقد يكون مستحبا ايضا معانا ام محمد من الشرقية سلام عليكم عليكم السلام ونحط الله وبركاته سياء حضرتك يا فضل الشيخ نعم وفضل الحمد لله لو سمحت انا عندي ثلاث اسئلة تفضلي عندي اول سؤال انا شفت رؤية شفت فيها الجنة والنار طيب بعدين شفتهم يعني شفتهم كاملين كده قدامي الناس النار بتتعذب وشفت الجنة بنعيمها وكل ما تلز فيها الان وبعدين السؤال البعد بس ده الحلم السؤال التاني السؤال التاني انا عندي ام جوزي كان بنا مشاكل وكده اه انا بقالي فترة كبيرة اوي ماش باكلمها ولا ليه علاقة بيها ولا كده ليه حماتك يعني او طيب سؤالك قال ده يا جوز ولا لا او يا ترى يعني انا كده ليه زم من ناحيتها او حاجة اه كم اقولك السؤال اللي بعده السؤال التالت اه علي مهلك خلاص خلاص ما علي الشباعة مش فكري طيب السؤال خلينا اقولك السؤال السؤال الاولاني اللي هو بتاع رؤية الجنة والنار ولا حاجة ده بيعبر عن انك انت حاصلك نوع من انواع المخاوف من ان الواحد يذهب ولا يعرف هل هو في الجنة ولا في النار ففيه هنا حالة من حالات القلق عندك القلق انت في بقائك في الحياة وشي من هذا القبيل فانت عليك ان انت تكسري من عمل الصالح وما وما تتخضيش من هذا الامر اما مسألة ان انت شفت الجنة والنار باحوال اهلها لا ده من خيالك الجنة والنار دي حضرتك مش هتقدري تتصوريها لان انت لو تصورتيها مش هتقدري اذا رأيت النار مش هتقدري دع تعكر عليك حياتك بما انك انت مكلماني دلوقتي وصوتك بنفس نبرة الصوت دوت فلا فاذا هذا هو السؤال الاول السؤال التاني بقى لا انا انا شايف ان دوت مش صح وان دوت غير مشروع ان انت تعملي كده مع حماتك ليه؟ لان انت مأمورة بحصن العشرة مع زوجك ودايما انا بقولكم كده واحفظكم اقرب طريق لقلب جوزك اهله وبالذات والدته فانت ليه بتقطعيها ومتكلمهاش اذا كانت حتى مش جاية على هواكي احسني ليها من اجل احسانك لزوجك واضح الكلام؟ فلابد ان احنا نلتفت الى ده لا سيبك من الكلام ده وانت بتقولي عليها شيء قد يكون عليك شيء ان انت مغضبة لزوجك فعشان كده لابد ان انت تكلمي اه حماتك لان دوت من باب حصن عشرة لزوجك معانا السيد احمد من الاليوبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نقف احتراما واجلالا لعلم حضراتكم وحضراتكم والعملين على البرنامج الله يرضى عنك وهذا من شاء الله جهدا يجعله الله ان شاء الله في ميزان حسناتكم انا وانتم ان شاء الله يسير مع حضراتكم احمد عروج ارض الجنة غرب شبران خيمة الله يرضى عنكم شكرا جزيلا دكتور تزوجت طبيبة من اسرة فقيرة جدا يعني تخرجت بالكاد تخرجت في كلية الطب بالكاد طيب وتزوجت من شاب ثري جدا طيب لأقصى دراجات الصراع وبعد ان انجب طفلين طفل وطفلة ابن وابنة بدأ الصلف وبدأ التشدد وبدأ التحجر المشاعلي عند الزوج وبدأ يقابلها بدأ يعامل زوجاته وكأنها يعني فهل هل يجوز للزوجة ان تطلب الانفصال والطلاق بعد هذا هي بتطلب الانفصال والطلاق ليه لسوق المعاملة يا دكتور طيب انا اجاوب على حضرتك معاملة سيئة جدا انا اجاوب على حضرتك استاذ احمد بصوا جماعة في مسائل الطلاق لازم نبقى وعيين جدا جدا لان الكلام انتو بتكلم في مسائل الطلاق لازم تفرق ما بين حد جاي استشيرك وحد بيسألك سؤال عام يعني الاستشارة بتبقى مليئة بالتفاصيل على الحالة اللي موجودة قدامك لكن حد بيسألك سؤال عام هل الزوجة لو ان هي ما بقيتش قادرة تتحمل الجواز والجواز ده تحيجيب لها نال عصبي او الجواز ده تبقى بيدمر لها حياتها وبيوجعها وبيقلمها هل لها ان تطلب الطلاق لها ان تطلب الطلاق بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن المرأة بالخلع اذا كانت هي كره العيشة مع زوجها ده بس خلي بالكم الكلام ده مش معناه ان لما يجي حد يستشيرك ويقولك والله انا اتطلب ولا لا زي الحالة بتاعتنا دي انا جوابت جواب عام لكن الحالة بتاعت اللي بيسأل عنها الاستاذ احمد لا انا شايف ان الزوجين يروحوا لمتخصص او يروحوا لمحكم من الاسرتين لكن ميروحوش يتطلقوا كده على طول لان ممكن الزوج في الحالة بتاعتنا دي يكون كل الحكاية هو حس ان زوجته مش رغبة فيه او حتى في بعض الاحيين شاكك فيها بس ما بيقول لهاش او في بعض الاحيين هو حاسس ان هي ما ببقيتش تحبه وكل اللي حصل ان هي اتجوزته عشان فلوسه ده كله ليه؟ لان هي ما بتعبرلوش عن حبها لان هي اصلا كان عندها استعداد ان هي تحس ان هو تعالى عليها بمستوى الاجتماعي بتاع اهله فيه كده حوصة فيه حاجة كده لغبطة ما ينفعش ان احنا نفصل كده من غير ما نسمع الزوجين ولذلك دولا محتاجين الزهاب الى خبير عاجل ليه؟ لان هي ما تنفعش تاخد اجراء وده اللي انا بقوله لو كان بايدي ما كنتش اخلي الناس تطلق قبل ما تروح لخبير ليه؟ اسألكم سؤال كم حد تطلق وندم؟ كتير كم حد تطلق وحياته خربت؟ كتير فانا عايز الناس قبل ما تاخد اجراء الطلق تمر على الارشاد الزواجي حكاية الارشاد الزواجي ما بقتش عندنا طرف في المجتمع المصر ده بقت ضرورة ان الناس قبل ما تاخد اي اجراء لابد ان تذهب لأهل الارشاد الزواجي ليه؟ انا ما حبش الناس تروح للمأزوم مرتين لا تروح تعدد مش بقول ان التعدد حرام ولا بحبهم كمان يروحوا يتطلقوا طبع عشان ما يروحوش ده ليه اللي يحصل؟ نروح للمتخصصين لان في اوقات كتير اقول لكم من غير زعاني انا كتير من احيان الناس اتجوزت وهي ما كانتش عارفة يعني ايه جواز كتير من اوقات الناس اتجوزت وده مخالفة لسنة رسول الله من استطاع منكم البقى تفلت زوج نروح نعرف يعني ايه جواز الاول ومش حوق وباقي بات بس ايه هي الادوار الزواجية لكل واحد من اتنين وازاي يعملها وهي مغموسة في القيم هي دي القصة وعشان كده لازم نخلي بالنا يا سادة الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام بقى مهم جدا للازواج والزوجات وما يتهونوش بيه زي ما كنا النهار ده كمان بنتكلم معكم عن الامتلاء الزواجي ونكمل اسئلتكم ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة